اشتركوا في القناة لما بيجينا قطعة اهم شيء في الاول لازم اقرأ الاسئلة اللي موجودة على القطعة ده مهم ليه عشان الطالب هو بيبدأ يقرأ القطعة يبقى عارف هو بيقرأ ليه يعني فيه عندي هدف لقراءة القطعة عندي هنا مجموعة اسئلة اختياري choose السؤال الاول بيقول لي the best title for the passage would be ويمكن دايما بنشوف موضوع the best title ده اللي هو العنوان المناسب دايما يا جماعة العنوان المناسب للقطعة بيكون اشمل عنوان موجود عندي في الاربع اختيارات فهنا الطالب هيقرأ difficult situations aggressive driving traffic rules road accidents ونروح بعد كده على السؤال التاني the second question the pronoun which in the third paragraph refers to ونخلي بالنا اننا لما بيجيلي ضمير زي he she it او ضمير وصل بنعمل حركة معينة عشان نوصل للإجابة الصحيحة فعندي الاربع اختيارات نقراهم برضو نبقى عارفينهم physical disabilities psychological disorders scientific researches and traffic signs number three the underlined word penalty penalty in the fourth paragraph is closest in meaning to يبقى هنا هو عايز معنى الكلمة مراد في الكلمة لان احيانا في نفس السؤال ده او سؤال تاني يقول لي the opposite the opposite of او عكس الكلمة وعندي كلمة anthonym اللي هو برضو عكس الكلمة عندي synonym اللي هو مراد في الكلمة يبقى لازم اكون عارف الكلام ده كويس يبقى لو قال لي means او meaning او synonym يبقى ده معنى الكلمة او مراد في الكلمة لكن لو قال لي anthonym او قال لي opposite يبقى عايز عكس الكلمة نخلي بالنا واحيانا كتير بيكون حطط لي المراد في العكس علشان الطالب طبعا يبدأ يميز اكتر فعندي reward ولا punishment recognition or recommendation question number four all governments make efforts to decrease نخلي بالنا من كلمة decrease عكسها increase decrease the number of car accidents by يبقى هنا بيكلم عن محاولات الحكومات في تقليل حوادث السيارات تب يعملوا ايه يترى increasing speed limits or planning and designing roads for safe driving or maintaining citizens vehicles or enforcing drivers to drive irresponsibly نخلي بالنا هنقرأ كويس جدا عشان كل شيء لازم في قطعة الاستعاب اقرأ وفهمه كويس number five and the last question according to the passage all the following statements are true except هنخلي بالنا هو قال لي ان كل الجملة صحيحة ما عدا يبقى هنا هدور على الجملة الخطأ مش هدور على الجملة الصحيحة تمام احيانا كتير يا جماعة واحنا بنقرأ الاسئلة ممكن جدا لو الطالب عنده مجموعة كلمات كبيرة او حافظ كلمات كتيرة او بيقدر يقرأ كويس ويترجم كويس يقدر من خلال السؤال واجابته يوصل الاجابة الصحيحة او السليمة ازاي يعني لو جينا على number five بيقول لي according to the passage all the following statements are true except دي بتعتمد على المنطق والعقل بمعنى لما يقول لي الجملة كلها صح ما عادة نخلي بالنا كده بيقول لي road accidents can lead to various temporary and permanent injuries طبعا الطالب اللي بيقرأ كويس وعنده حصيلة كلمات كويسة هتساعده انه يترجم ويختار الاجابة الصحيحة بيقول لي حضرتك ان الحوادث قد تؤدي الى اصابات دائمة او مؤقتة ها ممكن بالمنطق كده صح الجملة دي صحيحة طب تعال نشوف بي road accidents are less than victims هو 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 اصد road accidents في القطعة وقرأ طب ما نشوف c distracted driving continues to be the first cause of car accidents تشتت الانتباه اثناء القيادة يعتبر من الاسباب الرئيسية او السبب الاول في حوادث السيارات دي برضو هتخليني ابص بصة في القطعة disobeying disobeying traffic signs may cause access دي بالمنطق عدم اللي هو اتباع او مخالفة علامات المرور وتوجيهات المرور وارشادات المرور تسبب الحوادث ا يبقى عندي ا صح و د صح يبقى هادور على مين على بي او سي يبقى انا دلوقتي كده عملت احاطة للأسئلة اللي انا هتكلم فيها هشوف كلمة penalty لو انا عندي مرضو مجموعة كلمات قبل كده عارفها وكلمة penalty يمكن من الكلمات الداريجة في اللغة العربية اثناء المباريات الكرة معظم الناس عارفها كلمة penalty يقولك penalty ضربة جزاء دي ايه عقوبة عقوبة للفريق اللي حصل عنده اه مخالفة فهنا بنقول ان penalty دي عقوبة فيا ترى كلمة عقوبة تبقى reward ولا punishment ولا recognition ولا recommendation طبعا انا عندي يعاقب يعني punish فعقوبة يا جماعة هتبقى punishment punishment الاجابة الصحيحة نيجي على which في واحد يقول لي احنا لازم نجيب من السؤال الاول انا عايز اجاوب من السؤال الاول لا ما فيش حاجة اسمها لازم وما فيش حاجة اسمها انا لازم اجيب الاول وبعدين اخش عالتاني لا السؤال السهل اللي تقدر توصله اثناء قرأتك للقطعة حل على طول اللي توصله حلو يبقى اخد من اول كلمة which بيقول لي هنا which هجيب الجملة من بدايتها عشان اقدر ان انا اوصل للكلمة اللي بتوشير اليها which يبقى هنعمل ايه هنروح لبداية الجملة طب هي بداية الجملة بدأ من فين من اول كلمة scientific research تعالوا نقرأ بالراحة كده بولي scientific research confirm that some of the road accidents or those who witnessed them could show that they subsequently cause psychological disorders which may develop into severe symptoms عندي في الاختيارات تحت كلمة psychological disorders طب تجملة اللي احنا قرناها قبلنا فيها كلمة physical disabilities لا طب قبلنا فيها كلمة traffic signs لا طب شفنا كلمة scientific researches آه يبقى انا عندي اتنين ما شفتهمش واتنين شفتهم اللي ما شفتهمش استبعدهم تماما من الاختيارات اللي شفتهم ابدأ اشتغل عليهم which which قريبة لما يكون الشكل اللي احنا شايفينه ده يمكن احنا في درس الضمائر لما كنت باجي اقول لكم لما يكون الفاعل واحد في الجملتين كنا بنجي نقوم نقول نحط الاسم اللي هو اسم الفاعل العالم وبعدين ضمير الوصل يبقى هنقول he is a teacher خلي بالك of English he teaches me يبقى هنا هنقول he is a teacher who teaches me هنا هو عيدة على he نخلي بالنا psychological disorders which الله طب ما هي which دي بتعود على مين يا جماعة تعود على psychological disorders وبالمنطق كلمة scientific research في البداية بعيد جدا بعيد جدا خلاص كده يبقى هنا كلمة severe symptoms كمان اللي هي بنقول عليها اعراض شديدة او اعراض وخيمة يبقى ويتش هنا هتاخد psychological disorders لما نيجي نتكلم عن the best title for the passage would be يا ترى difficult situations ولا aggressive driving ولا traffic رول ولا road accidents مين اشمل واعم عنوان عندي طبعا بالمنطق احنا بنتكلم عن ايه في القطعة كلها كلها القضية اللي احنا بنتناولها وبنقشها road accidents يبقى هي هتبقى D يبقى هنا لما يقول لي best title يا جماعة يبقى بدور على اعام واشمل عنوان موجود عندي طيب تعالوا نشوف الجملة دي بقول لي all governments make efforts to decrease the number of car accidents by يبقى دي لازم نطلع ندور عليها انطوء اهو الفقرة الاخيرة بقول لي all governments make efforts to listen listen يعني decrease the number of car accidents such as planning and designing roads for safety or for safe driving تعالوا شوف كده مع بعض اهو يا جماعة بي الاجابة واضحة ومباشرة وجميلة يبقى هنا هنقول planning and designing roads for safe driving بعد كده number five احنا قلنا دلوقتي فيه عندي جملتين انا مش عارفهم لازم ارجع للقطعة اللي هو بيقول لي ضحايا الحوادث اقل من ضحايا الحروب والارهاب ولا تشتت الانتباه يؤدي او يعتبر السبب الاول فيه الحوادث تعالوا نشوف مع بعض كده ندور على كلمة اه 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 victims هي طبعا الكيوورد عندنا لو بصينا مع بعض احنا بنضور دلوقتي على الاجابة مع بعض ها فيه عندي برضو كلمة اهو distracted driving continuous to be the first cause الله يبقى الجملة دي ترقيت صحيحة كمان اه يبقى انا كده وصلت للاجابة طب انت يا استاذ ما شفتش كلمة victims ولا arena wars ولا arena ايوة محنا كان عندنا جملتين شكين فيهم جملة distracted driving وجملة victims صح طب طلعت ان جملة distracted driving صحيحة يبقى نعادش عندي غير مين غير جملة واحدة ليه بتاعت victims هي اللي هتكون اكيد خطأ طب تعال برضو ندور عليها ونتأكد لو ما عندكش وقت انا بقوله لو ما فيش وقت يبقى الافضل ان انت تختارها طب عندك وقت اه اه دور عليها اه كلمة victims وفق اه بولك it's not an exaggeration to say ليس من المبالغة ان نقول that victims of road accidents are more than هو تحت بقول ايه less than يبقى يا جماعة هنا الجملة الخطأ هي جملة اللي هو road accidents victims road accidents اه هتبقى road accidents are less than victims of wars and terrorist operations يبقى هي دي الجملة اللي عليها العين زي ما بنقول اللي هي الجملة الخطأ يبقى كده يا جماعة عرفنا ازاي نحل قطعة الاستيعاب بنقرأ السؤال بنطلع ندور عليه في القطعة اسئلة القطعة بنسبة 90% بتكون موجودة داخل القطعة ممكن يجيني السؤال استنتاجي ممكن يجيني السؤال استنباطي ممكن يجيني سؤال يعتمد على المنطق والفهم ممكن يجيني سؤال يعتمد على رأيك اعطيني اقتراحات اعطيني حلل للمشكلة ما هي اسباب كذا يبقى انا اكون جاهز جاهز بايه جاهز بان انا عندي كلماتي اللي اقدر اعمل منها جمل جميلة وممتازة ان شاء الله وبالتوفيق واراكم في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة